موسيقى ورجعنا لحضراتكم وعاوزين نتكلم عن أن الطبيب في مصر لما بيفكر يهاجر بر مصر ويفكر يشتغل بر مصر إيه الصعوبات اللي بيقابلها وإيه المشاكل اللي بيقابلها يعني مثلا لو هنا طبيب خريج كلية طب وحابب يكمل دراسته أو حابب يبقى طبيب مثلا في دولة عظيمة وكبيرة زي أستراليا ده يعمل إيه بقى يروح هناك بقى يعيد الطب من أول وجديد ولا إيه اللي بيحصل عايزين نتكلم كمان عن الفرق ما بين التعامل مع المريض أو التعامل مع المواطن في مجال الطب ما بين مصر وما بين أستراليا نستضيف أحد الأطباء المصريين الموجودين في أستراليا واللي بيشتغلوا في مجال الطب في أستراليا دكتور رفيق سليمان طبيب أسرة بسدني بأستراليا أهلا بك يا دكتور سواء خير يا صحيح إزاي سواء خير منوارنا يا دكتور وحمد الله السلام أبني خليك شكرا دكتور هو لما بيكون طبيب هنا في مصر وعايز اشتغل مثلا في أستراليا زي حضرتك لما روحت إيه المشاكل اللي بيقابلها أو إيه المطبات اللي بيقابلها يعني هو الحقيقة أنا ممكن أحكي اللي حصل معي فضل هي مش مشاكل هي قطوات هي البلاد أنا عايش في أستراليا من 2002 أستراليا من بلاد منظمة جدا كل حاجة لها خطوات معينة لازم تتاخد مفيش فهلوة مفيش شطارة شطارة طبعا في المذاكرة وأنك تثبت نفسك لكن كلها خطوات معروفة لازم تتعمل عشان توصل لأنت عايزه فأنا الحقيقة أنا هجرت إلى أستراليا من 2002 هجرت عن طريق مراتي كانت عايشة في أستراليا من هي صغيرة فلما وصلت إلى أستراليا وصلت في سبتمبر 2002 فالحقيقة كنت قدامي طريقين يما أشتغل كطبيب وأكمل دراستي كطبيب وده الطريق الأصعب يما أشتغل أي حاجة بس طبعا كمستابر كطبيب في أستراليا ده طبعا أحسن لي بكتير فبديت أخذ خطوات المعادلة هي خطوات المعادلة إلى الآن تقريبا متشابهة ما فيش تغيير فيها إلى الآن فالمعادلة فيه حاجة اسمها AMC AMC ده اللي هو الأستراليا ميديكيلي كاونسل اللي هي الهيئة المشرفة على الطب في أستراليا دي مسؤول أنك أنت تعايد لشهادتك من مصر إزاي تبقى معادلة كأنك خريج في كلية الطب أستراليا تخذ وقت عدية دي يا دكتور دي على حسب شطرتك على حسب مذاكرتك أنت لو بتنجح من أول مرة هي فيها ثلاثة امتحانات امتحان إنجليش امتحان ريتن MCQ multiple choice وبعد كده امتحان كلانا انت وشطرتك نجحت من أول مرة في كل امتحان ممكن تخلصها في خلال سنتين ما نجحتش من أول مرة وبدأت تعييد كذا مرة ممكن تاخد فيه الناس قاعدوا فيها عشر سنين فالإنجليش بيتقسم ممكن نعين فيه حاجة اسمها Occupational English Test ده اللي هو الأو إي تي ده مخصوص لحاجات الطب أكتر أو تعمل الإيلتس الإيلتس هو المعروف كده امتحان إنجليش بعد كده بتنجح في ده بتخش على MSQ MSQ ده multiple choice questions هم بيعتمدوا في الطب أو في أي حاجة عندهم مش على الحفظ على الفهم إزاي تشغل مخك تطلع اللي انت عايزه من المعلومات اللي هي موجودة اللي انت درستها وعرفتها تمام فهم ليهم سيستم معين يعني لو رحت مثلا بمذاكرة الطب بتاعته مصر اللي احنا زكيناها زمان عنا خارج قليت اسكندرية دفعة 95 تمام لو رحت بنفس الطريقة عشان تخش امتحانهم أكيد هتسقط أكيد هتسقط ليه بقى يا دكتور لأن ترقيت المذاكرة مختلفة احنا عندنا زمان أيام يعني كان السؤال يجي لك سؤال كبير تقعد تكتب عليه مثلا نص صفحة هناك ما فيش كده هناك يجيب لك سؤال صغير ممكن يجيب لك عشر اختيارات عليه تختار الاختيار الأحسن فيهم لإجابة هذا السؤال اللي فوق فهو دايما بيحب يختبر معلوماتك كطبيب وإزاي تتعامل كأنك في السؤال ده بتتعامل مع حالة فعلية أنت حالة قدامك والحالة دي فيها المشكلة الفلانية إزاي أدرحل لها تمام بس احنا بنشوف الأطباء يعني بتشوف إزاي تميز فعلا الطبيب المصري يعني أنا شفت في أكتر من بلد ويمكن عندنا مصريين كتير جدا في مجال الطب سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في إنجلترا أو في ألمانيا أو في استراليا بيبقوا فعلا بيروحوا وبيبقوا متميزين جدا هناك فهل يعني الطب هنا في مصر أو دي طبيعة الإنسان المصري لما بيقابل تحديات لا بيبقى جامد قوي ويقدر يعدي وعايز يوصل ويبقى دكتور طبيب المصري عملا طبيب زكي لأنه مخه حلو وبيعرف يستغل له كويس بس يمكن طريقة التعليم في مصر مختلفة عن طريقة التعليم في الخارج على الأقل في استراليا طريقة طبيق الطب في المستشفات وفي العادات مختلفة تماما عن طريقة الطب والممارسة في استراليا يعني احنا في شغلنا كطبيب ممارس عام عندنا سيستم الحالة الفلانية لما تجيلك بكذا مثلا بأعراض فلانية بتاخد history معينة بتاخد بتعمل test معين بتعمل examination معين فما بتحاولش يعني عندك سيستم ماشي عليه ما بتحاولش يتخترع سيستم جديد لأنهم أهم حاجة عندهم في الطب في استراليا أن أنت يعني ما تشخص حد خطأ أنك أنت تكون دكتور آمن safe doctor يعني مثلا جيلك مثلا واحد مثلا جاي بهارت أتاك بس العراض بتاعته مش مبينة قوي هارت أتاك أنت هم حاجة كدكتور ما تقولش أنه عنده مثلا واجع في معداته وهو عنده هارت أتاك فلازم تبقى حريص جدا أن أنت تشخص صح وما تفقدش عيان عنده حالة serious وممكن يموت بعدها بكم يوم بسبب أن تشخصته غلصة صحيح وبعدين الإمكانيات في استراليا إمكانيات متوفرة يعني طبعا الأشعاعات والكلام ده كله يعني ممكن نتكلم في الآخر على نظام السيستم الصحي في استراليا بس الطبيب المصري عماتهم في استراليا طبيب معروف وحتى في سدني فيه عدد يمكن مئات من الأطباء المصريين وفيه التخصصات كتيرة وبرده كطبيب المصري نعرف أن في استراليا مجال الطب للمصريين والصيدلة صح كده مجال بشكل كبير جدا فيه أطباء كتير وفيه صيدلة كتير نحن عندنا في سدني فيه دكاترا كتير فتحة ميديكال سنترز ميديكال سنترز على مستوى عالي وعدد كبير من الأطباء وفيه دكاترا عندهم أكتر من ميديكال سنترز فيه دكاترا بيشتغلوا في ميديكال سنترز ما بيلجأوش لأنهم يعملوا بزنس بس يستمروا كدكاترا وطبعا فيه صادليات كتيرة منجد بصادلة مصريين كتير وفيه أصدقاء لنا كتير من الكنيس مختلفة معروفين دكتور برضو عايزة أسألك على حركة التايتل بتاعك دكتور رفيق سليمان طبيب أسرة يعني إيه طبيب أسرة هو الطب في أستراليا زي ما قلنا ليه سيستم معين أهم دكتور في السيستم ده هو طبيب الأسرة اللي هو بيقول عليه جنرال براكتيشنر ممارس عام يعني أنت حركة كمريض ما تقدرش تروح مثلا إلى دكتور بطنة أو دكتور قلب من غير ما يتعدي على طبيب الأسرة يعني مش أنا أختار بمزاجي يعني يعني قلبه واجعني أروح لدكتور قلب عندي مشكلة في رجلابه أروح لدكتور عزام ما تقدرش لازم الأول تروح لطبيب الأسرة بتاعك وهو قادر جدا في معظم الحلقة لغاية 95% أنه يعالجك ويخلص المشكلة بتاعتك من غير ما يحولك للأخصائي لكن طبعا في حالات كتيرة بتحتاج أنها تحول لأخصائي أو تتحول للمستشفى لقسم التورق فده فيه هناك في أستراليا نظام اسمه الميديكير الميديكير ده اللي هو الرعاية التببية كل واحد فينا في أستراليا يعني معاك جنسية أستراليا أو برمت ريزننت مقيم مستمر في أستراليا بيما معاك حاجة اسمها ميديكير نمبر الميديكير ده بتروح به لطبيب الأسرة والطبيب الأسرة بيكشف عليك بيبع عندك فايل كامل بالكل الهيسري بتاعتك بالأمراض بالأدوية بالكلام ده كله وهو بيبع عرفك وانت عرفه وبيكشف عليك بيقولك هنعمل التحليل الفلانية هنعمل الأشعات الفلانية أو ما نعملش ونعرجك على طول على حسب الحال لو محتاجين نحاول الأخصائي بنحاول الأخصائي تمام يعني الفرق ما بين انا مش عايزة أقول الفرق برضو عشان مظلمش مصر احنا برضو دولة من الدول النامية اللي عندنا مشاكل وعندنا تحديات كتير بنقابلها بس ازاي نقدر يعني احنا بنعمل منظومة جديدة اسمها منظومة تأمين الصح الجديد ازاي نوصل بشكل أو بآخر ان احنا نقرب من السيستم اللي حارك بتتكلم عليه ده انا اقول له حارك السيستم في استراليا هو شبه التأمين الصحي اللي انت بتقول عليه اللي هو التأمين الصحي الجديد اللي هو الجديد تمام التأمين الصحي عندنا اللي هو الحكومي ده شامل كل فرد يحمل الجنسية الاسترالية أو مقيم دائم باستراليا كل راح معا ميديكير نمبر بتاعه الميديكير نمبر ده بيغطي الزيارة بتاعة الممارس العام أو طبيب الأسرة في بعض اعتباء الأسرة في بعض المناطب بياخدوا فرق في الفلوس بس معظمهم بيغطي بس بالميديكير فانت تروح تكشف بتاخد الميديكير بتاعك ما بتدفعش فرق والدكتور بيحصل الفلوس بتاعته من الميديكير الميديكير ده برضو بيغطيلك جزء من الفلوس بتاعة الأدوية يعني مثلا دواء المضاد الحاوي بدم هو 38 دولار هو ممكن يدفع فيه حوالي 15 دولار فيه جزئية تانية تحت الميدي كير ده حاجة اسمها اللي هو البنشنرز الناس اللي هم كبار في السن أو الناس اللي هم ديس إيبل ما بقدرواش يشتغلوا وعايشين على عائلة الحكومية فدول بيبقى لهم كارت تاني زيادة يعمل تخفيض أكتر في الأدوية طب أنا عايز لك على حاجة أنا النهاردة معي فلوس فهروح أنا كده كم أعظم دكتور في مصر وروح أكشف عشان عندي مشكلة مثلا في رجلي ولا مشكلة بتقابلني فين وهروح أحجز عند فلان ومعيش فلوس فهطار ألجأ للمستشفيات الحكومية واستنى دوري بالطابور فهل ده بيحصل ولا هو كله هناك متساوي كمواطن لازم يمشي على نفس السيستم اللي حضرتك بتقوله كده بالزبط بس هو ما فيش فعر بالمواطن معه فلوس أو مواطن معهوش فلوس في العلاج الطبي كل واحد لازم يتعالج لا هو لازم يتعالج بس على نفس المستوى على نفس المستوى يعني حتى المستشفات الحكومية لو أنا لو معيان دخل بهارت أتاك مش هيطلع من المستشفى دي غيره وتم كل العلاج بتاعه حتى لو عمل باي باس على حساب الحكومة طبعا حتى لو عمل ستنت على حساب الحكومة دخل مستشفى حكومي ومعاه أنه هو راجل أسترالي لازم يتعالج كاملا ويطلع والعلاج بتاعه تم بالكامل طبعا في حاجة تانية اللي هي المستشفى الخاصة دي بقى بيبقى لها الفرق بينها وبين الحكومة الحكومة هي إيه؟ أن أنت بتختار الطبيب اللي يعالجك بتبقى في قضاء لوحدك بدأ ما يبقى معك اتنين تلاتة أو أكتر من عدد من العينين في قضاء لأ أنت بتختار برايفت بيبقى معك فلوس زيادة تتفحها شهرية دي ما اسمهاش جودة زيادة اسمها رفاهية زيادة صح كده؟ دي رفاهية زيادة رفاهية زيادة مش جودة زيادة لكن الجودة زهية كله بقى لازم تاخد علاجك بالزبط الجودة اللي معاها زي اللي معهوش بالزبط في النظام الحكومي كله متساوي وكله لازم يتعالج وكله لازم ياخد حقه في العلاج الصحي الصحة بالنسبة في أستراليا أهم حاجة بالنسبة للحكومة عشان إنسان يقدر يديك إنسان يقدر ينتج تمام ده السيستم اللي حضرتك بتتكلم عليه برضه هرجع تاني أنا عايز أربط بس الدنيا ببعضية إحنا عندنا هنا النظام تأمين صحي احتمال إن شاء الله قريب بيبتدي يتنفز ببتدي يتنفز في بورسعيد واحتمال يتعمم على مصر كلها شايف العقدة فين يعني نعمل إيه عشان نبقى زي أستراليا أنا أعتقد أن العقدة عقدة إمكانيات وعقدة أنا يعني باجي مصر لكن مش إمكانيات أشخاص ودي نقطة تانية يعني أنا بشوف هنا بصراحة يعني إحنا عايشين في أستراليا أستراليا حياة جدية إن لم تعمل لن تأخذ أنا بشوف ناس كتيرة في حياتي هنا يعني لما باجي أجازات عايزين ياخدوا من غير ما يعملوا فأول إن هنا فيه شقين يعني مش كل حاجة بتهالي تطور البلد مش كله برضه على الحكومة وبتعمل إيه وكامل كله إنسان من جواه لازم يتطور يعني لو أنا بعمل بجد في مجالي في أي مجال أنا بعمل فيه أكيد اللي حوالي هيتطوره المؤسسة بتاعتي هتتطور فهي إمكانيات مادية وإمكانيات بشرية لازم كل واحد يبقى مسؤول عن اللي هو بيعمله أنت حراك مزيع لازم تعمل لعملك بإتقان صحيح لازم تعمل لعملك بحب لكن أنا مثلا يعني روحت مثلا على جدد البطاقة بتاعتي آه طبعا الناس معزورة أنا عارف الفلوس وكلام ده كله كل واحد عايز يعمل لك حاجة عشان ياخد فلوس برا مرتبه أنا عارف الناس معزورة وكل حاجة بس لما لما نقابل يعني يبقى فيه جدية فيه التزام أكيد البلد هتتطور أكتر ورعاية الصحية وتميني الصحي ده لو فيه شوية إمكانيات مادية والناس المسؤول عنه يتطبقه بإيكول على كل الناس أكيد يبقى فيه خير للناس لكننا عندنا يعني كتير بيشيدوا بالطب في مصر أن الطب في مصر يعني يعني الطبيب محترف والطبيب متميز والطبيب ذاكي زي ما حضرتك قلت في الأول يعني العنصر البشري ربما ما عندناش فيه مشكلة احنا عندنا شوية مشكلة في الماديات في الليجيستيك في الخمات والمباني صح كده؟ الزبط يعني أنا أقول لها حركة لحاجة أنا فاكر زمان لما عملت الامتياز بتاعي لما عملت التكليف عملته في واحدة الفرفرة في الوادي الجديد كان معي إيه؟ إمكانيات أكشف بيها فيش قريش السماعة السماعة هي الحاجة الوحيدة وجهز رسم القلب كان أيام كتيرة بيبقى وعطل وكلام ده كله فهي الإمكانيات مهمة الطبيب هنا طبيب زكي طبيب مصري طبيب المصري عماتها حتى في استراليا يعني أنا بيخشي العيان يعرف أن أنا عيان جديد وأن أنا دكتور مصري به هو مبسوط لأنه قبل كده كان دكتور غابتاعه ممكن يكون مصري وكان مبسوط معاه جدا لكن الإمكانيات مهمة يعني واحد لما بيشوف ساعة بعض المستشفيات الحالة بتاعتها يعني مش كويسة طبعا حاجة بتحزن واحد طبعا دكتور أنا يعني بس في الآخر بطلب طلب من حضرتك وبكل الأطباء اللي بر مصر أنه زي ما اتعلمتوا في مصر وزي ما مصر كان لها دور في تربيتكم لازم يبقى لمصر كمان دور يعني أنا بشوف في أكتر وأعرف ناس بيجوا من مصريين أطباء بيجوا من كندا مخصوص وبيعملوا وحدات هنا في بعض الأماكن يكشفوا وفيه بيجي من ألمانيا وفيه بيجي من إنجلترا وفيه بيجي من أستراليا فلازم كل الأطباء خارج مصر المصريين يكون لمصر نصيب من علمهم ومن كفاءته إن شاء الله دايما نحاول أحنا حقيقة كنا نتصال بجماعية خارجة كبيرة يكونوا عندنا زيارة في أستراليا ونحاول دايما نشتغل معهم وربنا موجود تمام وأخيرا تتمنى إيه للطب في مصر يا دكتور أو للمنظومة الصحية منظومة الصحية أن العيان اللي مش قادر يتعالج يتعالج أن الأطفال الواحد بيشوف معهم أمراض ساعات في الفيسبوك وفي التلفزيون وكلام ده كله يتعالج كله يلاقي الرعاية الصحية الناس الكبار المشاويين رعاية يتعالجوا الأدوية طبعا متوفرة المستشفى طبعا مستوى كويس مستوى أدامي على الأقل يقدر يعالج العيانين أنا بشكرك جدا دكتور رفيق سليمان طبيب أسرة بسيدني باستراليا حينوارتنا وصباح النور ربنا خليف سيدس حق شكرا أشكرك جدا ولسه معاكم مشاهدينا وفي الفاصل كمان هنشوف تقرير مهم عن الموزيع الشهير ونتكلم عنه أكتر بعد الفاصل سيدس خالد ٹس أنت تتوقف de موسيقى اشتركوا في القناة